بسم الله الرحمن الرحيم ما هي مقومات تطبيق هذه الأنظمة في مجتمعات الشرق الأوسط بالنسبة للفوائد في عنا ثلاث فوائد رئيسية فوائد كمية وكيفية واستراتيجية الفوائد الكمية هي التي تقاس كوانتيتيتي بسموها الفوائد التي ممكن أن تقاس بالأرقام والإحصائيات والنسب بعد تطبيق هذه الأنظمة قديش ممكن تساعد في مردود مالي وتحسين المخرجات الرقمية أيضا يعني لو جينا نحكي على العيادات الخارجية نحكي على مراكز الرعاية الأولية قلنا قبل هيك أنه على الكبير من المترددين ممكن يجي يوم ويجي فترة صباحية وفترة مسائية ويجي تاني يوم وعادة بيكونوا فيه أول الشهر لأنه أول الشهر يبتيجي طلبية العلاجات فبيكون الهدف من خلالها اللي هو أخذ العلاج في البرنامج المحوسب لن يستطيع المريض أنه يعرض على الطبيب الطبيب العام أو على عيادة معينة من العيادات إلا بعد 72 ساعة من الزيارة اللي كانت الزيارة الأخيرة نفس الشيء لو بدنا نجي نقيسها من ناحية إحصائيات وأرقاب فيما يتعلق برصد الأمراض المعدية على سبيل المثال البرامج المحوسبة هاي قدش بتساعدنا وتعطينا رؤية أولا بأول كبرامج ذكية في معدلات الانتشار لما بيكون فيه عندي زيادات في عدد الحالات المرضية ممكن يكون فيه تدخل سريع التدخل هذا السريع قدش ممكن يحمي المجتمع كفائدة كيفية أو نوعية وكفائدة كمية قدش وممكن يقلل الانفاق الصحي اللي بده يواجه هالمشكلة الفائدة الثانية الفائدة الكمية أو بيسموها equalitative value هاي لا تقدر طبعا بكم لا تقدر برقم ولا بنسبة لكن تقدر بأثر هاي الأنظمة كأثر إيجابي على طبيعة الخدمة على المجتمع بشكل عام لو على الموظف نفسه يعني قدش هي بتقلل الوقت قدش هي بتساعد الموظف قدش بتحسن من كفائة العمل بتسهل من العمل هذا بحد ذاته إلو أثر إيجابي على الأداء الموظفين فبيحسن الرضا الوظيفي أيضا من الفوائد الفوائد الاستراتيجية ولما يقول استراتيجية يعني هي على المدى البعيد وتخص المؤسسة وإدارتها العليا قدش ممكن توضع من خلال النتائج هاي والأرقام والإحصائيات قدش ممكن تحط رؤى وسياسات مستقبلية واستراتيجيات تتعامل معها المؤسسة نفسها قدش هي ممكن يكون في تخطيط صحي التخطيط هذا على المدى البعيد مثلا إنه إحنا بحاجة إلى إدخال برامج تطعيم معينة أو تعزيز جانب تكنولوجي أو تعزيز الرصد الوبائي باتجاه أمراض وحدث أمراض أخرى هذا بناء على أرقام وإحصائيات بتساعد فهي السياسات أو هاي الفوائد اللي من التطبيق النظام النظم المعلومات قدش بتساعد في وضع رؤية مستقبلية طويلة الأمد للسياسيين أو المسؤولين في القطاع الصحي كتب مناجفيريا ليفن المستوى الأعلى فيه اتنين يعني من العلماء فيلدي وديجولد كان لهم كتاب عن نظم المعلومات الصحية أجمل من خلال هالمزايا اللي هم وضعوها بعض من النقاط التالية فقالوا أنه تطبيق الأنظمة الصحية أنظمة المعلومات المحوسبة في القطاع الصحي لها مردود إيجابي وميزات هاي الميزات منها تحسين الكفاءة التنظيمية عن طريق زيادة الإنتاجية للكادر الطبي والإداري أنه هذا النظام المحوسب بساعدني على سبيل المثال بالتعرف على عدد المترددين على عيادات معينة داخل القطاع الصحي المستشفى تمام؟ هذا بحد ذاته بقول أنه إحنا بزيادة بحاجة إلى توزيع الكادر الصحي بناء على الإحصائيات وأرقاب وعدد المترددين فهذه بتعطي تعتبر من الميزات حاجة ثانية قال تحديث الخبرات والقدرات المهنية في دقة التشخيص ويمكن لما جبنا بالأنظمة الفرعية قلنا أنه فيه عندنا نظام اللي هو الأليرت تبع الأطباء أنه عمال التنبيه السريع أولا بأول لو أنت كتب على سبيل المثال كتب علاج معين العلاج هذا فيه يسبب حساسية عند المريض أو المريض في التاريخ المرضي أنه عنده حساسية لهذا العلاج على سبيل المثال بنسلين بيعطيني أليرت يعني بيعطيني إنذار وتنبيه أنه هذا المريض عنده حساسية فهذا بدوره ممكن يحسن من اللي هو دقة وقدرة التشخيص وإمكانية صرف العلاج المناسب تحسين جودة الرعاية الصحية كمان من الميزات أنه بيقلل النفقات في القطاع الصحي ويمكن جبنا المثالين قبل قليل نحو التعرف السريع في رصد الأمراض المعدية في حال زيادتها قد يمكن يكون التدخل السريع قد يمنعني من اللي هو وجود الأوباء والمثال الإداري التاني اللي قلنا أنه ممكن مرضى يترددوا عليه عيادات والهدف من خلالها أنهم يأخذوا علاجات في بداية الشهر فممكن يجو فترات صباحية أو مسائية أو فترتين ويجو تاني يوم وثالث يوم لحد ما يأخذ كمية العلاج وتكون عنده مستودع إلى جارته وليا جريبته وليا أحفاده وليا أبناء وما إلى ذلك فهي البرنامج بيمنع أن يكون فيه عرض من المريض من المريض على الطبيب بأقل من 72 ساعة من الميزات أيضا تخفيض عامل الوقت وتقديم الخدمة لعدد كبير من المرضى وهذا نستذكر فيه نظام معلومات العيادات الخارجية ونظام الابوينتمنت سيستيم أو ما يسمى بنظام المواعيد هو بيحفظ للمريض حقه في أنه يأخذ الخدمة بتبعته والوقت المناسب إله وبدل ما يجي من الصبح كنا زمان بنسمع لما المريء الحجة ولا الكبير بالسن بتروح على العيادة يعني أولا الست بدأتروح على تنظيم الأسرة ولا كذا بدأتأخذ يوم كامل يوم كامل يعني استنفذ يوم ما ما يقول فيه عيادة بتروح اليوم صار فيه عندك نظام بيعطيه بالساعة تسعة وثلت عشرة لثلت تسعة عشرة بالضبط تمام حسب طبعا نوعية الحالة وقديش الوقت المقدر ما بين كل مريض ومريض المفروض يكون حتى يأخذ خدمته بشكل أجود فنظام المواعيد ساعد في هذا الأمر من الميزات أيضا تحسين خبرة المريض وبقية أفراد المجتمع هاي الأنظمة بتسمح المجال انه انت المريض نفسه ممكن يطلع على التثقيف والتعليم الصحي من خلال وسائل الإلكترونية اللي موجودة فبتساعد في انه يكون من خلال بنحكي عنه كمان شوية الإيهيلت الصحة الإلكترونية أو التليميديسن التطبيب عن بعد فبكون فيه مجال انه المريض ياخد خدمته اللي ممكن ياخدها عن بعد وهاي بتحسن من فهم وخبرة المرضى طبعا انشاء ملف إلكتروني للمريض وهذا من الشغلات المهمة جدا يعني لو كان بفلسطين وروح على أوروبا وطلع على أفريقيا ونزل على الشرق الأوسط أين كان الملف هذا الموجود معاه مش ضروري يحمله ورقي هو موجود معاه ممكن عن طريق الجوجل هيلث عسابي للمثال بتلاقي الملف الطبي الكبير للمريض أو ممكن تكون النظام سمارت كارد اللي بطاقات الزكية زي بطاقة الصراف هاي دي موجود عليها كل التاريخ المرضي والحائلي للمريض من الميزات اعتماد أنظمة موحدة في تشخيص الأمراض إنه بتكون المؤسسة الواحدة المستشفى أو المركز الصحي موحد عنده نظام اللي هو ترميز الأمراض وتشخيص الأمراض وفهرستها وأرشغتها يعني مثلا ICD-10 الإصدار الدولي للأمراض لتصنيف الأمراض أو التصنيف الدولي للأمراض الإصداري العاشر فهو بكون موحد في طبيعة اللي هو التشخيص وأرشفك ورصد الحالات ضبط تقديم الخدمات الصحية من خلال طبعا لما بنحكي على نظام إلكتروني للأشعة ولا نظام إلكتروني محاوسة بلا المختبر ما فيش مجال أنا أخذ العينة وأخذ عينة معارف ولا إلي ولا لجريبي ولا لكذا وأعمل الفحص لهذا الشخص لأنه فيه عندي نظام بار كود والبار كود هذا يعني ترميز رقمي بخص مريض معين ببيانات خاصة فيه ما بتسمح أنه يكون فيه مجال مفتوح وسهل زي أول ممكن أعمل لأي واحد تحليم لأصور أشعة بدون عمليات الضبط والمتابعة من الميزات نشر معلومات لقاعدة عريضة من المهتمين بسرعة وبأكتر فاعلية كثير من الناس يعني مهتمين إليهم علاقة بالأبحاث بتلاقي فيه بيانات بتنزل عن اللي هو المرضى والحالات الانتريستنج يعني ذات أهمية وصور أشعة معينة وتحليل بنزل على اللي هو إنه فممكن ياخدوها ويدرسوها طبعا من غير أسماء أعساس المحافظة على الجانب الأخلاقي أو ممكن نكون إنه بيجينا باحثين والباحثين هدولا بدهم يعملوا بحوث صحية بدهم بيانات معينة عن تحليل عن صور عن أمراض قاعدة البيانات المحاوسبة بتسهل في عملية الحصول من التواريخ المعين بتساعد في اتخاذ القرار الإداري والطبي بيكون أكتر دقة وأكتر صحة هاي هي الميزات حسب ما يعني أوردها فيلدي وديقورد كيف لأنظمة المعلومات الصحية المحاوسبة أن تدعم القرار أو القرار المسند على المعلومة منظمة الصحة العالمية بتقول أنه كثير من القرارات تأخذ بغير مسندة بمعلومة أو معارف معينة وهذا بيؤدي بدوره إلى عدم فاعلية وكفاية القرارات المتخذة والسبب غالبا ضمور أو نقص أو حجب بعض المعلومات عدم إمكانية تجميحها ومعالجتها بشكل عام تجميحها وفهرستها وتبويبها وإيصالها بمعلومة ذات فهم تستطيع دق تكون دقيقة وتكون واضحة تساعد متخذ القرار على اتخاذ القرار بشكل صحيح فهذه الأنظمة المعلوماتية الصحية تساعد بل وتلعب دورها في رفع كفائق وفاعلية إمكانية اتخاذ القرار بعيدا عن الحدث والتخمين أو المعارف السابقة أو الخبرات ولكن بناء على معلومات تم معالجتها من خلال أنظمة معينة ساعدت في اتخاذ القرار اللازم ما هو تعريف النظم مساندة القرار الطبي أو الأنظمة المعلوماتية المحوسبة التي بدورها تساعد وتسند لمسؤول أو متخذي القرارات على اتخاذ القرار بشكل صحيح اثلينيكال ديستيجين سابورت سيستم هي عملية تقوم فيها أنظمة المعلومات بتقديم حقائق أو أرقام أو بيانات يتم معالجتها وتكون واضحة دقيقة وتقدم إلى المسؤول من أجل اتخاذ القرار المناسب فلذلك هي تقوم بدعم القرار الطبي طبعاً هاي الأنظمة المحوسبة تدعم ولها تأثير مباشر وغير مباشر أيضاً على عملية اتخاذ القرار القرار اللي بدي يكون دقيق وواضح ومسند بناء على المعلومة وتسانده أيضاً المعرفة لدى المسؤولين فهي بتساعد من رفع وطفائط ودقة ووضوح وتفهم القرار المتخد في ناس تعريف تاني إنه برامج حاشبية تفاعلية صممت لمساعدة الأطباء ومقدمي الخدمات بشكل عام في مجال تقديم الخدمات الصحية لاتخاذ القرار المسند على المعلومة الدقيقة والصحيحة ما هو دور نظم المعلومات الصحية المحوسبة في دعم القرار الصحي في عنا خمس نقاط رئيسية تشمل جانب فني وجانب إداري في دعم القرار أولاً تعتبر نظم المعلومات الصحية حجر الأساس أو الكورنرستون الذي بموجبه يتم رسم خريطة صحية وتسقط أو توقع عليها معدلات اللي هي الأمراض ومعدلات انتشار الأمراض سواء كانت أمراض معدية أو غير معدية كمان بيوقع عليها المراكز الصحية والمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ومراكز التأهيل بالمستويات الثلاث حتى يتم اتخاذ معيار الإكويتابل أو اللي هي العدالة في توزيع الخدمات الصحية لكافة أبناء المجتمع ويمكن منستذكر هان أبو الوبائيات جون سنو لما في بريطانيا انتشر حالات الكوليرا ولما عزلوا المايكروب عند عدد كبير من المرضى اللي موجودين وجدوا أن الفيبري كوليرا هي كانت السبب في انتشار أو وجود حالات الإسهال والنزلات المعوية اللي أدت إلى دخول عدد كبير جدا من المرضى للمستشفى وأدت إلى وفيات كثيرة فبدأت تدخل الوبائيات من خلال رسم خارطة صحية والخارطة هذه من خلال بلدية لندن أخذ اللي هي توزيع الآبار المياه بحكم أن هذا المايكروب أو هذا الفيبري كوليرا يكون موجود في المياه وفي الصرف الصحي فأخذ خارط آبار المياه اللي موجودة توصل فيها وبعد ذلك بدأ بنشر عدد أعداد حالات المرضى من وين بدأوا يجوا يسقطهم جغرافيا على أماكن الآبار لحد يتملاقى أنه في مكان محدد بقير في منطقة معينة معظم الحالات موجودة منها ووصل إلى أن السبب كان في هذا البئر فساعدت هذه الخارطة اللي تم رسمها في اتخاذ قرار نحو اتخاذ إجراءات بيئية معينة وإغلاق البئر وكلورته وتطهيره من أجل المنع له بمزيادة الانتشار وكان ساعد طبعا بشكل كبير في القضاء على الوباء الشغلة الثانية أنه بساعد استخدام نظام المعلومات الصحية متخذ القرار في التعرف على إمكانياته وموارده بمعنى قديش في عنده إمكانيات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات الطبية وهذا بحد ذاته بساعد في إمكانية الريالوكيشن إعادة التوزيع للموارد حسب المراكز اللي محتاجة والمستشفيات اللي بتحتاج إلى هاي المستلزمات كمان بساعد في تقدير الاحتياج المستقبلي اللي من خلاله بدنا نعمل موازنات وبدنا نطلع ونعمل طلبيات إلنا كمان بخليه يعني بساعد في وضع قاعدة بيانات خاصة بالموظفين على اختلاف تخصصاتهم الإدارية والفنية وهذا بحد ذاته ممكن يساعد في الريالوكيشن أو إعادة توزيع القوى العاملة حسب ضغط العمل واحتياجات المؤسسات الصحية من أدوار كمان نظم المعلومات في دعم القرار بتيخ فرصة لمراقبة الآداء في جميع المؤسسات الصحية وهذا بدوره يعني يساعد في تجنب السلميات الأخطاء اللي ممكن تكون أو يقع فيها العاملين والأخطاء الطبية اللي ممكن تكون يعني ذكرنا أمثل عليها مثلا في وصفات العلاج على سبيل المثال وما إلى ذلك أو إمكانية استبدال عينة بدل عينة لكن في هذا الأنظمة المحوسبة ما بتسمح بهيك مجال وبتساعد المشرفين والمسؤولين في الرقابة على الأداء أيضا من الفوائد ومن أدوار أنه النظام بيسمح النظام المحوسب بمراقبة الأداء المالي للمراكز الصحية بموال مستشفيات والمؤسسات بشكل عام التابعة للقطاع الصحي ومن خلالها يتم حسبة التكلفة العلاجية اللي بناء عليها بتقدر الموازنات وبتوضع الرؤى المستقبلية وتركيز مجالات اللي إحنا بدنا نهتم فيها أكثر دون الأخرى وضع تكلفة العلاج والدواء والجراحات وما إلى ذلك من خلال التقدير والقراءة المالية للموجود أيضا الدور الخامس أنه سهل عملية عمل إحصائيات دقيقة وواضحة وواعية فيما يتعلق بطبيعة الخدمات على اختلاف ألواعيها سمال العمليات الجراحية أو الدخلات العلاجية الطبية مدى إمكانية نجاعة هالإجراءات اللي إحنا بنقوم فيها يعني الأوتبوت ما هي مخرجات هالشغل قديش في عندنا وفيات قديش في عنده إعاقات لا سمح الله قديش في عندنا تحسن الوضع الصحي وأثر على المجتمع بشكل عام فيعني نتعرف فيها على نقاط الضعف والسلبيات وتلافيها وتجنبها وتعزيز الجوانب الإيجابية اللي ممكن تكون كانت كمخرجات للنظام الصحي بيعطينا إحصائيات لمعدلات بشكل عام معدل الولادات معدل الوفيات معدل العمر المتوقع توزيع هالوفيات على فئات العمرية المختلفة بين الذكور والإناث معدلات توزيع الأمراض على المحافظات وعلى الفئات العمرية هذا بحد ذاته نظام المعلومات بتسهل على الحصول على هاي المعلومات نفسها وقدش يبتعمل حل ورؤية صحيحة لمتخذ القرار نحو وضع الاستراتيجيات والرؤى المستخبلية ما المقصود بنظام معلومات الصحي القومي أو النشونال هيلث كير انفرميشن سيستم احنا في فلسطين في عنا حاجة اسمها الفيك بي اتش اي سي بلسطينيان هيلث انفرميشن سنتر مركز المعلومات الصحي الفلسطيني هذا بيجمع كافة مؤسسات الصحية التابعة على القطاع الحكومي يعني المستوى الاول مراكز رعاية والية على اختلاف مستوياتها كذلك وتوزيحها الجغرافي بيجمع المستشفيات الحكومية كاملة الاربع عشر مستشفى الحكومي الموجود والخمسين مركز رعاية والية ومراكز الرعاية التخصية ضمن المستوى الثالث بيبدأ مركزي ويتفرع الى عدة ادارات ادارة عامة دائرة المستشفيات ودائرة الرعاية الاولية ودائرة الاقسام التخصية برضو يشمل كافة الاقسام هذا تجمع فيها كافة البيانات والمعلومات البيانات الصحية من هاي المراكز ويتم اصدار تقرير موحد المقصود هان بالنظام انه كل هاي الانظمة الفرعية تجتمع ضمن نظام واحد هذا النظام اللي بنقول عنه النظام القومي هذا النظام بالمستشفيات او بالمراكز الصحية يبدأ بالسجل الصحي اللي بخص المريض او السجل الطبي يتوسع اكتر الى نظام المعلومات الطبي اللي خاص بالمستشفى لوحده زي نظام معلومات المختبر زي نظام معلومات اقسام التخصية اقسام التنويم نظام معلومات الصيدلة التمريض وما الى ذلك يتسع اكتر إلى اللي هي الأنظمة الفرعية اللي قلنا عنها في الفصل الثالث بعد هيك النظام أو عفوا الفصل الرابع بعد هيك نظام معلومات المستشفى اللي هو يعتبر وحدة متكاملة في إلها نظام معلومات ومتتشعب منه الأنظمة الفرعية ولكن هذا أيضا يعتبر جزء فرعي ضمن نظام المعلومات الصحي لأنه في عنا مستشفى الشفى في مستشفى الأوروبي في مستشفى ناصر في مستشفى بيت حنون كل واحدة من هدول تعتبر نظام فرعي تابع لنظام معلومات الصحي النشونال اللي هو بدي يجمع وزارة الصحة بشكل حام قبل النشونال بدي يجمع وزارة الصحة ضمن الأنظمة الفرعية كل لهيتها مستشفى والعيادة تعتبر كل واحدة من هدول نظام فرعي وكل واحدة من هالمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية تعتبر نظام مركزي له عدة أفرع فوصلنا إلى نظام معلومات المستشفيات والمراكز الرعاية الأولية كأنظمة فرعية تابعة إلى نظام أكبر شمولي منها اللي هو النظام المعلومات الصحي اللي هو تابع إلى وزارة الصحة والربط مع نظام معلومات الوطنية اللي هو يشمل كافة المقدمي الخدمات الصحية ضمن منظومة النظام الصحي الفلسطيني يعني وزارة الصحة بتكون جزء منه فرع بعدما كانت فيها أصل وأساس ضمن المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية كمان في عنا الأونروا في عنا القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والدولية معوقات تطبيق نظام المعلومات الصحية نقسم لجسمين بسيطين الأول أنه معوقات تطبيق في حال مستشفيات احنا عمالي بننشئ فيها أو مؤسسات صحية قائمة فعليا اللي قيد الإنشاء التكلفة أنت بدك تركز على جوانب العلاقة بالإنشاء والموارد البشرية والتكنولوجية ولا بدك تركز على برنامج العلاقة بالنظام وحوسك فأحياناً نؤخر هذا الأمر فهذا تعتبر من أحد المعوقات الشغلة الثانية إيجاد الكادر البشري اللي قادر على التشغيل والتعامل مع هاي الأنظمة والمحافظة على السستينابلتي أو ديمومتها واستمراريتها والصيانة وما إلى ذلك أما المعوقات الخاصة بالمؤسسات الصحية القائمة فعليا بالإضافة لموضوع التكلفة المادية والكادر البشري اللي بدي يقوم على تصميم وتطوير ومراجعة وتحديث هاي البرامج أيضاً توفير أيدي عاملة قادرة زي ما حكينا على تشغيل هاي النظم اثنين تغيير عقلية الناس الناس اللي تعودت على النظام التقليدي وبعد فترة من الزمن خلاص بتتركن إلى هذا النظام وبتحب بظلها شغالة عليه فلما نيجي نغيرها هذا حتكون من أكبر التحديات اللي موجودة اثنين تغيير طريقة العمل والدورة المستندية احنا متعودين على أي معاملة بدي يكون فيها ورق موجود لليوم احنا بنروح على العيادة بتقولنا الدكتور بتقولنا السيكريتاري وسجل للطب بتروح على دكتور غرفة رقم كذا كذا اسمه كذا بتروح هات الورقة وما زلنا مصيرين على هاتلي الملف بتبعي ما فيش ملف الملف أرسل الدكتور بيكتب لك علاج بتظل لك قاعد عنده تفضل خلاص روح على الصيدلية طب هاتلي ورقة عساس اللي هي الرشدة أوصف احنا ما زلنا يعني نظام الدورة المستندية ما زالت عالقة بأذهان الناس لكن على مستوى المؤسسة نفسها طيب اليوم لما نروح بنا ندفع الثلاثة شيكل دمغة لفحص الدم أو بدنا نعمل له الأشعة أو لرشدة العلاج لازم يكون في دورة مستندية لازم يكون في رشدة وفي ورقة عشانا نروح ونعمل عليها الدمغة من المعوقات أيضا عدم وجود حاجة بسموها البنشماركينج يعني تجارب رائدة في المجتمعات اللي ذات المستوى الصحي اللي زي البعض يعني اللي قريبة من مستوياتها حسب إمكانياتها وأداءها وهذه تعتبر يعني إنه ما فيش تجارب نجاح أو تجارب رائدة اللي حكومنا نعمل زيها هذا بحد ذاته يعتبر معوق لأنه نحن نعتبر حالنا إحنا البداية أو إنه إحنا بدنا نحوسب هالنظام الصحي كله على مستوى كافة اللي هو المؤسسات اللي بتقدم الخدمات الصحية على اختلاف مستوياتها وتنوعها هذا يعتبر قد يكون تحدي أمام الأنظمة الصحية بشكل عام خمسة غياب الاستراتيجيات طويلة الأمد اللي لدى المؤسسات الصحية بمعنى ممكن يبدأ بتطبيق أنظمة صحية محوسبة ولكن ممكن يكون نفسها قصير نفسها قصير لأنه بدها بعد هيك تطوير وبدها تحديث وبدها متابعة بدها فريق يتابع بهذا الأمر ما بينفع اللي كنا بنشتر عليه قبل سنوات هو نفس النظام اللي اليوم هنلاقي غيرنا سبخنا بكثير فهذا بحد ذاته إذا ما كانش فيه رؤية استراتيجية ودائما تحدث وتتابع نحو تطوير وتحديث وتقدمية هاي الأنظمة حتى أدي إلى الفشل الأنظمة بعد فترة من الزمن أيضا الموارد البشرية سواء فنية أو إدارية أو طبية هدولا يعني زي ما حكينا ممكن يكون منهم ناس معينين سابقا وتعودوا فيها على نظام التقليدي والورقي لكن في النظام اللي علاقة بالمحوسب واستخدام التكنولوجيا والحوسبة والاتصالات وما إلى ذلك قد يكون تحدي بالنسبة لهم وهذا ممكن يؤدي إلى وجود أو يعني سياسة مزدوجة ناس تشتغل عن نظام الإلكتروني الحديث وناس تشتغل عن النظام التقليدي القديم من المعوقات أيضا أنه تطبيق الأنظمة الصحية المحوسبة يحتاج إلى فترة من الزمن يعني لا تقل عن خمس سنوات وهذا بده نفس طويل لدى الإدارة في متابعة هذا الأمر كمان ممكن من المعوقات تبعتوا الجهود المؤسسات الصحية في النظام الصحي الواحد في الدولة الواحدة إذا ما كانش فيه نظام توحيد لكافة هاي الأنظمة يعني اليوم فيه عندنا نظام التسجيد الموحد هذا يعتبر من الإيجابيات والنجاحات الكبيرة صراحة لدى الحكومة المدنية في أنه ربطوا كل الوزارات من خلال ممكن تدخل على أي معاملة إليك تتعرف عليها قد تصيرها تتعرف على بيانات كاملة فيما يخص في السجل المدني في القطاع الصحي والتأمين في وزارة الداخلية في وزارة التعليم والأبناء اللي موجودين في المدارس في دولة الموظفين من خلال واني وزارة هذا كان يعتبر من التحديات إذا ما كنا بنصل إلى هذا الأمر وهذا ما زال تحدي لدى وزارة الصحة لأنه لم نصل إلى النظام المعلومات الوطني أن أجمع كافة أنظمة الصحية اللي بتقدم الخدمات سواء يعني الوكالة عندها نظام ووزارة الصحة عندها نظام والقطاع الخاص عنده نظام ولكنها أنظمة فرعية تعتبر تحت مضالة النظام الوطني المفروض أنه هاي الجهود كلها يشتكون ضمن منظومة واحدة ولكن على اختلاف التخصصات في الجهات اللي بتقدم الخدمات الصحية أدى أنه هذا المعوق ما زال قائم في النظام الصحي الفلسطيني منظمة الصحة العالمية عملت دراسة على يعني الكشف عن معوقات اللي تمنع تطبيق أنظمة المعلومات الصحية في أقليم شرق المتوسط اللي من ضمنها فلسطين وطلعت بخمس معوقات قالت الأول أنه افتقار الافتقار إلى الرؤية المستقبلية بعيدة المدى وقالت غالبا إلى علاقة بالمنتلتي بالعقلية عقلية المسؤول بالعادة بتركز على جانب الرعاية الصحية اللي هو بيعرف فيها أكثر وبيتجاهل أو بينسى أو ما بيدقه كثير على عقلية نظم المعلومات لأنه هو مش من التخصص أو المرجعية العلمية وهذا بحد ذاته أدى إلى القصور نحو وضع رؤية مستقبلية تتعامل مع اللي هو الحوسبة وتطبيق أنظمة المعلومات الصحية لما لها من أهمية قالت المعوق الثاني عدم القدرة على تحمل التكاليف واضح أنه في معظم المجتمعات في إخليم شرق المتوسط تأن من الفقر والمجاعات عند البعض والحروب اللي هي والوضع السياسي العدم المستقر اللي أثرت بشكل كبير على الإنفاق الحكومي وأثرت على أنظمة الأنظمة الصحية نحو التعامل المباشر مع طبيعة الحالات بعيدا عن اللي هو تطوير الإمكانيات والتكنولوجيا وتطبيق الحوسبة بشكل عام وكتير يعني اليوم لما أي حدا بيعمل أي مشروع بيقولوا أنه بدي أعمله إيش تسويق عشان أجيب تمويل من مانح لأنه الإمكانيات في البلد نفسها إمكانيات محدودة جدا من المعوقات أيضا قلة الخبرة في مجال نظم المعلومات الصحية وهذه كانت واضحة حسب منظمة الصحة العالمية لدى كثير من المجتمعات العربية أو في إقليم شرق المتوسط فأثرت بشكل عام على تطبيق إمكانية تطبيق أنظمة المعلومات المحوصلة أيضا من المعوقات ضعف البنية التحتية والمقصود هنا في البنية التحتية تأسيس مادي وتأسيس فكري وتأسيس بشري بمعنى أنه يعني غابت عن الأنظمة سياسة الحوسبة وأنه إحنا بدنا نفكر بهذا الأمر ونأسس في نظامنا وفي منشآتنا أصلا لإمكانية التطبيق وحوسبة المؤسسة نفسها كأماكن وتأسيس إلها هندسي يعني غاب عنها السياسات تطبيق المعلومات وأنظمة المعلومات الموظفين المؤهلين العمل إحنا بنستخطبهم بنعملهم توظيف ممكن ما يعني ما نتعرضش كتير إلى جانب الحاسوب ويمكن هذا يعني كانت سابقا يعني أنا ما بعرف المنظمة الصحة العالمية أم تدرست هذا الأمر لكن لو بدي أجي أقول على المجتمع الفلسطيني صار يعتبر من ضمن أساسيات الدراسة والتخرج أنه يكون في عندك كمتطلب رئيسي جوانب إلى علاقة بالحاسوب وبرامج تطبيقية في الحاسوب كمان بركزوا بشكل كبير جدا في المقابلات والتوظيف على استخدام الحاسوب من المعاوقات أيضا غياب الإطار القانوني والتشريعي والأخلاقي والدستوري اللي هو بدي يحافظ بالدرجة الأولى على إمكانية التحول من نظام الورقي إلى نظام التكنولوجي أو المحاوسب اللي بدي يحافظ على يعني يوضع إطار ناظم قانوني في المحافظة على سرية وخصوصية المعلومات وعدد الإمكانية اللي هو نشرها أو التفريط فيها ووجود يعني إطار قانوني يعاقب ويحاسب في حالة تفريط المتعمد على هاي المعلومات الخاصة بالنظام الصحي هاي كانت هي معاوقات من وجهة نظر منظمة الصحة العالمية ضمن دراسة أجرتها على المجتمعات خليم شرق المتوسط طيب آخذ جزء في المحاضرة مقومات نظام المعلومات الصحية المحاوسب هناك ثلاث مقومات أساسية أولا ترميز المعلومات الصحية ثانيا تكامل المعلومات الصحية ثالثا أمن وسرية المعلومات الترميز هتاخدوه طبعا أو بتاخدوه مع أعتقد الأستاذ إياد الزعيم فأنا مش هحكي فيها بالتفصيل ولكن يعني كتعريف بشكل عام ترميز وعبارة عن ترجمة للأمراض وكافة الإجراءات سواء تدخلات جراحية أو تدخلات طبية إلى محتويات عددية أو محتويات عددية وحرفية يعني لما نيجي نقول من نجايتس على سبيل المثال اللي هو التهاب السحاية فما بتنكتب لها التهاب السحاية بتنكتب مثلا الترميز بتبح حسب التصنيف الدولي إلى الأمراض إيش هو أنا مش عارفه بالضبط ولكن تسعى على سبيل المثال هاي أخذ ترميز رقمي وأخذ ترميز حرفي وهذا طبعا يعني تم التوجه إلى العدد كبير من المصطلحات الطبية والتدخلات الجراحية والعلاجية وفحوص المختبرات فأدوا يعني تتوجه نحو اللي هو الترميز بشكل أفضل وقالوا أنه يعني هذا الترميز أهدافه عملية توحيد الفهم وتوحيد وتسهيل آليات التواصل ما بين مقدمين خدمات الصحية في المؤسسة الصحية نفسها وفي المؤسسات الصحية ذات الربط الواحد يعني لما يكون تبعين لنظام مثلا عساب المثال وزارة الصحة الفلسطينية أو مع أنظمة العالم بشكل عام لأنه هذا يعني حاليا المعتمد عندنا في فلسطين وفي معظم البلدان اللي هو التصنيف الدولي للأمراض هو والإصدار العاشر اللي هو اتعامل مع يعني توحيد الأمراض لمسمياتها والأعراض والتأثيرات واستخدموا وش للتدخلات العلاجية والجراحية اللي التعامل مع هذا فكثير من الكتابات ممكن تكون غير واضحة وغير مقروعة لكثير من الموظفين والعاملين على اختلاف تخصصاتهم سواء إدارة صحية وسكرتارية طبية اللي بديقون بعملية الأرشفة والحفظ وبعد ذلك ورصد ومتابعة الأمراض أو اللي هم مقدمي الخدمات في الجانب الخني أطباء وتمريض وما إلى ذلك فصار نظام الترميز هو سهل عملية تخيني أقول فك هالطلاسم اللي مش واضحة أو الخطوط المش واضحة فسهل عملية التبادل للمعلومات والتواصل فيما بينهم الشغل الثاني أنه يعني من أهدافه رصد وتتبع وتحليل وقياس جميع أشكال الرعاية وتوثيقها معلوماتيا فيما يتعلق بالمرض وربطها ماليا فيما يتعلق بالخدمة وهذا خلاه إمكانية المقارنة ما بين الخدمة وطبيعتها في مستشفى دون المستشفى الآخر يعني واحد عمله على سبيل المثال عملية افتاج تمام المفروض أنه بدي يأخذ يوم وتاني يوم بدي يروح بيلاقي أنه في عدد أيام المقوط حسب النتيق حسب التشقيص اللي موجود مثلا الخمسة أيام هذا يدلل على أنه هناك خلل قد يكون المريض تعرض إلى عدوى مستشفيات هذا بيترجم ماليا إلى تكلفة عالية هذا بحاجة إلى اللي هو تدخل فبصير عملية الربط الموحد ما بين اللي هو المؤسسات في توحيد المصطلحات أو توحيد الرموز هاي كأرقام وحروف خلانا إمكانية رصد ومتابعة ومقارنة ما بين طبيعة الخدمة في مكان ومكان ثاني الشغلة التالتة من الفوائد أنه يمنع ازدواجية إدخال البيانات في كثير من طبعا من اللي هي المؤسسات اللي عملت ترميز زي المعهد القومي الأمريكي للمعايير زي شبكة القياسات الصحية زي معهد السجلات المربع كل هيتها اتجمعت في عدة تصنيفات منها التصنيف الدولي للأمراض وهذا كان وظيفته توحيد الأسماء للأمراض من خلال ترميز رقمي وترميز حرفي والتعرف على أعراضها وتأثيراتها في مجموعة التشخيصات المرتبطة ببعضها وهذا من خلاله وظيفتها تحديد أساليب التشخيص والتكلفة باستخدام التشخيصات وأساليب التشخيص والأجهزة ومواصفاتها التصنيف الدولي للرعاية الصحية ومفردات العملية الطبية وفي المساميات الطبية أو المنظمة للطب وهي عبارة عن قواعد ورموز وبرتوكولات تحدد كيفية تخزين والتعامل مع البيانات والمعلومات الصحية في الهيلث لفل سيفن لول مستوى السابع من الصحة وهو عبارة عن معايير ورموز خاصة تسهل تبادل المعلومات بين المستشفيات لكن احنا المطبق عندنا وعند معظم دول العالم الانترناشنال تنسيفكيشن بالتكامل هنا انه يتم ربط انظمة المعلومات الرئيسية بالانظمة الفرعية وليس المقصود هنا فقط في المستشفى أو في المركز الصحي الواحد ما بين نظام عسابي المثال نظام معلومات المختبر والصيدلة والسجل الطبي ومعلومات الدخول والخروج هذا داخل مستشفى واحد لكن ككل يعتبر فرع في مقابل انظمة معلومات مستشفى أو عدة مستشفيات وعدة مراكز رعاية أولية وكذلك عدة مراكز ومستشفيات مراكز رعاية أولية ومستشفى تابعا للقطاع الصحي أو تابعا للقطاع في الأنروا أو تابعا للقطاع الخاص أو للمؤسسات الأهلية المقصود فيها عملية التكامل اني اعمل شبكة معلوماتية تضم كافة مقدمي الخدمات الصحية وهذا محدات وطبعا بيوفر كثير من عمليات التعرف على الواقع الصحي بسهل عملية التواصل التكامل في تقديم الخدمات الصحية بسهل في عملية اللي هو البحوث الصحية والدراسات كذلك بسهل في اتخاذ القرار وتقديم الإجراءات الصحيحة واللازمة أولا بأول بناء على قواعد معلوماتية بيانتية قواعد معلومات وبيانات واضحة ودقيقة وسريعة من أهم الفوائد اللي ممكن نحققها النظام الصحي المحوسب المتكامل أنه بوفر لمتخذ القرار جميع البيانات فيما يتعلق بطبيعة الخدمات اللي موجودة وتوزيع الأمراض الموجودة وتقدير الاحتياجات المستقبلية والاحتياجات الحالية فبساعد متخذ القرار على اتخاذ قرار أكثر فاعلية وأكثر كفاءة وفي الوقت المناسب أيضا هذا النظام المتكامل بساعد المسؤولين وأصحاب الرؤى والمخططين الصحيين على مراقبة ومتابعة الأداء المالي بساعد في مراقبة الأداء الفني والإداري لمقدمي الخدمات مستوى الأداء تجنب وجود السلبيات والإخفاقات والأخطاء الطبية اللي ممكن تكون موجودة بساعد أيضا في رسم خارطة صحية توزع عليها المراكز الصحية على اختلاف تخصصاتها ومستوياتها وجهات تقديم الخدمة كمان توزيع الأمراض على جغرافيا وضمن خارطة صحية كاملة متكاملة بتعرف فيها على طبيعة الأمراض اللي موجودة معدل انتشارها ما بين الذكور والإناث ما بين الفئات العمرية جغرافيا وما إلى ذلك كمان بساعد في عمل إحصائيات دقيقة حول طبيعة الخدمات على اختلاف أنواعها ونتاج هذه الخدمات من معدلات انتشار أمراض من معدلات الإصابات معدلات الإعاقات معدلات الوفيات قوم الثالث من مقومات نظم المعلومات الصحية أمن وسرية المعلومات وهذه من الشغلات الضرورية جدا المحافظة على المعلومات وعدم التفريط فيها أو أشخاص غير مخولين أنهم يصلوا إلىها تم تعريف على أنها العلم الذي يعمل على توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها أو الاعتداء عليها من خلال توظيف الوسائل والإمكانيات اللازمة للمحافظة على المعلومات وكالة الأمن القوم الأمريكي عرفت على أن مجموعة المعايير والإجراءات التي تتخذ لمنع وصول الوصول إلى المعلومات من أشخاص غير مخولين لا يوجد علاقة بهذه الموضوع أو غير مخول بالدخول إلى هذا الموقع عبر سواء شبكات الاتصال الإنترا داخل المؤسسة الواحدة أو الإكسترا خارج المؤسسة الواحدة نفسها ولضمان أصالة وصحة الاتصالات والمقصود في أصالة وصحة اللي هي هنحكي عنها من خلال العنصر أو عناصر أمن المعلومات اللي هي ما يسمى بالتكاملية أو الـ Data Integrity تكاملية وسلامة المحتوى أن المحتوى العمالي موجود ويتم حفظه والتعامل معاه أنه نضمن أنه ما حدا يخترقه وغير في المحتوى الموجود كثير منلاقي إحنا مواقع بتنشر صور وبتنشر فيديوهات وبتركب أصوات وبتعمل دبلجة لكن مش حقيقة الكلام اللي هو بكون موجود وهنا مقصود في عملية الـ Data Integrity سلامة المحتوى أيضا من ضمن المقومات عناصر أمن المعلومات السرية والموثوقية Data Confidentiality وتعني أن المعلومة لم يطلع عليها أحد ولم تكشف لأحد غير مخول فيها كذلك من ضمن الأساسيات السرية والمحافظة على المعلومة الاستمارية أو ما يسمى بالـ Availability أو وفرتها التأكد من استمرار عمل نظام المعلومات واستمرار القدرة على التفاعل معه من قبل المستخدمين بمعنى أنه ما يصيرش بلك مرة واحدة منلاقي كتير مندخل على مؤسسات بيقول لك في البنك مثلا بيقول أنه البرنامج واقف هذا واقف عرضي مش واقف دائم لكن وهنا المقصود أنه أحافظ على المعلومة أنه ما تكون المعلومة أو البرنامج عصلا أنه يتم لبلوك مرة واحدة ونفقد هالمعلومات اللي موجودة من وسائل أمن المعلومات أنها تحافظ على شخصية الشخص المتحمل مسؤولية هذا التعامل مع الجهاز بمعنى زي اليوزر يعني المستخدم أنه يكون هذا هو الشخص الوحيد اللي بيتعامل مع البرنامج نفسه زي أنظمة حماية نظام التشغيل أنظمة حماية قواعد البيانات أنظمة حماية البرامج والتطبيقات هاي يعني إلى علاقة بالبرامج التطبيقية بشكل عام وكيفية الدخول والولوج إلى البرامج أنه كل برنامج إحنا اليوم على الجوال ممكن بتعمل باسورد لحالك بتدخل على تطبيق في كل تطبيق ممكن تعمل يوزر وتعمل باسورد عفوا كلمة أو رمز مرور وهذا الرمز يعتبر خاص فيك لكل برنامج فهنا يعني إذا إحنا بنعمل على جوالاتنا هيك فهو بدوره ومهم جد في النظام الصحي أنه إحنا في عنا قاعدة بيانات كبيرة بتخص المرضى فيها خصية يجب أن يحافظ عليها بشكل كبير النظام الأمريكي وضع سياسة والسياسة هذه كانت يعني رادعة بأنه أي واحد بيفرر سواء في المؤسسات الصحية سواء كانت مؤسسات كبيرة أو مؤسسات صغيرة على اختلاف أنواعها وطبيعة تقديم الخدمة أنه في حال التفريط في حفظ وأمن المعلومات بتتعرضها المؤسسة هذه إلى غرامة قد تصل إلى 250 ألف دولار والسجن لهؤلاء الأشخاص قد يصل إلى عشر سنوات في حال التفريط غير الناس اللي ممكن يكونوا هم يسعوا إلى الحصول الهكرز أو القراصنة اللي سعوا إلى دخول على قواعد البيانات أو المعلومات الغير مخولين بالولوج والوصول إليها ومن الشغلات اللي طالب فيها أو وضح القانون مثلا رقم هوية المريض اسمه التدخلات العلاجية التاريخ المرضي نتائج العلاجات وصور الأشعات والإصابات نتائج الفحوص البدنية الفحص الجسماني يعني المعلومات الخاصة بإصاباته والتاريخ المرضي بتبعه نتائج الفحوصات الدم وفحوصات الهيستواثولوجي أو الأنسجة كل شيء تم تقديمه وبداية بالبعنماء بالبيانات الإدارية وبيانات التعريف وبيانات التأمين والإدخال وصولا إلى نهاية حالة المريض أي كان حسب طبيعة الخدمة والإجراء الجراحي أو العلاجي اللي تم تقديمه للمريض يعتبر من ضمن الشغلات اللي القانون قال يجب أن يحافظ أو وضع آلية للمحافظة عليها وضع قانون رادع بالسجن أو دفع غرامة مالية في حالة تفريض فيها هيك بكون أنهينا الفصل الخامس بنتحدث في الفصل السادس جزء بسيط إن شاء الله عن التطورات المتلاحقة لتكنولوجيا المعلومات في مدة وجيزة وبنختم في الفصل بيظل جزء اللي هو الملحق الملحق هذا له علاقة بنظام المعلومات الإحصائي وأخذته بإدارة المستشفيات ولذلك لن أتعرض في المساق إن شاء الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر